هذا وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر إن الدعم المقدم للاقتصاد اليمني بقيمة مليار ومئتي مليون دولار يأتي وفق برنامج اقتصادي تم التوافق عليه مع الحكومة اليمنية والبنك المركزي وشار إلى أن هذا الدعم سيساعد الحكومة على دفع الرواتب وسيخصص أيضا لاستيراد المشتقات النفطية ودعم صرف العملة اليمنية واستقرار أسعار الصرف منحة كاملة للحكومة والمسجد الرئاسي لدعم الشعب اليمني لتوفير رواتب بظل عدم قدرتهم على توفير رواتب للموظف الحكومة اليمنية أيضا لتوفير المشتقات النفطية وأيضا دعم سعر صرف الريال اليمني بما يسهم في تحسينه وتثبيته بما يسهل إن شاء الله على القطاع الخاص على توفير المواد الأساسية والغذائية للشعب اليمني وسيشمل حقيقة هذا التأثير كل محافظة اليمن بدون استثناء لأن الشعب اليمني هو الحقيقة حرص قيادة المملكة العربية السعودية على الشعب اليمني يأتي في المقدمة ودعم المجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية هو أيضا أساسي بدون وجود حكومة بدون مجلس القيادة الرئاسي يصعب لأي دولة في العالم أن تقدم أي دعم لأي دولة أخرى ترجمة نانسي قنقر